وانت اللذي انحلت خاطري من زماني ليل يا ليل موسيقى 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 حصته بالفن بارك له كان فيه معتقد أن بعض الأوليين الله يرحمهم لما يبون يوشرون محمل أو يفكرون أن يسوون لهم محمل طبعا وشار المحمل صناعة محمل فيبون البيص على سيف من الأسياف الموجودة معاهم البيص طبعا هي قطعة خشبية التي تعتبر قاعدة أي سفينة وطبعا الكلمة هذه من بيس من اللغة الإنجليزية كقاعدة وكان المعتقد أن إذا المحمل أو البيص نحط على سيف حدا من الأسياف يحطون لهم حارس أو حارسين يحرصون البيص مش علشان البوغلة سمح الله لا كان المعتقد أن إذا كانت في وحده ما تيب عيال لأن شكحوا البيص هذه المرة أو وحده ولا ثنتين اتفقوا أن يشكحون البيص خمس مرات يقال أن تحمل وأن لين نحملت المحمل يطبع طبعا هذا معتقد ما نقدر نقول أنه صحيح ولا مش صحيح بس كانوا الله يرحمهم بعضهم يؤمنون بهالموضوع وكانوا يحطون فعلا حراس إليه ما ينوشر المحمل بالكامل وإذا نوشر المحمل وحطوه في البحر يخلونه يوم يومين طبعا هذا مش معتقد هذا كان واقع اللي أنا بقول لكم عنه الحين يبون ابنيات صغار الله يحفظهم أمهات عشر سنوات زايد قاصر وكانوا يقولون يوشار الزين بارك له يوشار الزين بارك له حصته بالفن بارك له كانت هذه انشودة ينشدونها في فنة المحمل عساس أنه يتباركون بالمحمل وإن شاء الله رأي المحمل يحصل ما اللي يبيه في منغوص ولا سفر لطلب الرزق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في اليوم يوم الختام لمهرجان كتارا للمحامل التقليدية بنسخته الثلاث عشر أجواء جدا جميلة والجماعة بإدارة الشواطة بالمؤسسة العامة الحي الثقافي كتارا ما قصروا من أول يوم لن آخر يوم المهرجان فعلا متكامل بتراثنا وتراث الأباء والأجداد من الدول الخليجية والعربية والعالمية لكن قبل ما أنخوض التجارب أقول لكم هذه دعوة أخيرة لآخر تقريبا ممكن أربع ساعات يمكن اللي ما قدر خلال الأربع تيام اللي طافت يقدر في اليوم الخامس ويقدر يلحق وجدا الجو حلو وما فيها واترة والجو زين له براد وله بحر رحبوا معاي مراصلنا محمد بن أحمد يا مرحبا بك محمد يا مرحبا مسهل السمين ومسهل عليك بالخير أنتوا جميع مشاهديننا على شاشة تلفزيون قطر في اليوم الختامي لمهرجان المحامل التقليدية بنسخة الثالثة عشر نفس ما قلت واصر على كلامك أنه باقي أربع ساعات على اختتام مهرجان المحامل التقليدية هذه دعوة لجميع مني شاهدنا عبر شاشة تلفزيون قطر بالقدوم والاستمتاع بالنسخة هذه النسخة الجميلة اللي راح تتكرر إن شاء الله بعد سنة فعندك الحين أربع ساعات تجي وتستمتع وتزور كل الأجنحة الموجودة عندنا هنا نفس ما قال زميل محمد من دول الخليج والعالم العربي والعالم أجمع فحياكم الله ورجع عندك يا محمد ورجع لكم إن شاء الله يعطيك العافية السمي فعلا يا جماعة فعلا عزاء المشاهدين أجواء جدا جدا روعة باقي أربع أو خمس ساعات الواحد يقدر يلحق والحمد لله لا يوجد زحمة والجماعة في كتارة خصصة ومواقف من الشمال وجبلة وجنوب طبعا الشرق عندكم البحر لكن تقدرون تتهزون الفرصة وديون على آخر ساعات المهرجان وتشوفون اللي موجود وتقدرون تقتنون بعض الأشياء التراثية اللي موجودة يا مرحبا بكم في آخر حلقة أهلنا ولا تنسون تراثنا هو مستقبلنا 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 تراثنا من قبل الغواص قالوا له لكل لك حصة وقلاطة وهو قالوا له ير الإخراط من مقدمة السفينة أو من خزمية السفينة عزان المنشاهدين قبل ما ندش بضيوفنا أذكركم عبر شاشة تلفزيون قطر فعلاً لأجواء روعة وانتهزوا فرصة الأربع أو خمس ساعات على نهاية هذا المهرجان مهرجان كتارة للمحاملة التغليدية بنسقتها 13 اليوم وآخر يوم وخلونا نرحب بضيوفنا الكرام معانا صالح بن عبدالله بن هزيم السادة مرحبا بك أخي يا مرحبا بكم شيخ بارك الله يسلمك وحبيب نورتنا بالستيديو الله ينوركم الله يسلم ومعانا الأخ طبعا أشهر من نار على العلم من هيئة المتاحف رضا موسى بعبدالله مرحبا بك يا مرحبا والله السلام عليكم باركة شونك والله الحمد لله راحب طبعا باب عبدالله والجمهور الكريم طبعا صحيح يا مرحبا بك بعبدالله أنت كشخص مشاء الله يعني مقتني عدة محامل ومشارك طبعا محملك موجود من المحامل المعروضة وراننا صحيح يعني نحن ما نقول بس والله العرضين اللي موجودين في القرية قرية المهرجان لا بعد في ناس مساكين ساهموا في المحامل الموجودة شا تقول عن كشخص مقتني بعض المحامل شنو الأشياء الصعبة اللي تمر عليك على مدار السنة والله الأشياء الصعبة الصيانة يعني لما تبقي تعمل عدة تجديد حق المحمل والمحمل يجب أن يكون جاهز حق المعارض أو لك أنت حفاظا عليه فتحتاج إلى أنك تعيد ترتيب أمور الليحان والمسامير والفتيل كلها هذه لازم تكون محضر لها وتجهز حق أي مناسبة حتى وهو في البحر إذا تركت تعب يعني المحمل فلازم تسوي للصيانة أتمع ضرب المحامل بالفيبر تحت ولا ضد والله الفيبر لأن هنا ما في مكان حق تطليع اللنجات على السيف فلازم ترفع فوق حلو فترفع فوق معنات أن تغلف بالفيبر يأخذ وقت أطول لكن يأكل اللوح في البحر تصين تسحب على السيف مقطع كلامك بالخير بعبدالله نشوف فرضة الشيوخ من الدوحة المحامل كلها واقفة هنا ماشاء الله نعم بس هنا في هذا المكان بعبدالله ما فيه يعني مكان تقدر تيدف محملك والله ممكن صناعة المكان لليداف يعني نعم المكان لأنه يحتاج إلى من متر على السيف من متر وراية متر مترين ثلاثة عشان لما تخلص لما تشيع الماية تقدر تيب محملك على السيف تقدر ترفعها وتقدر تنازل نعم فهذه مطلوب في السيف يعني لو لم يمكن مكان تيدف صحيح فيها مماكن تيدف فيها اللنجات هذه لها حسبة بس فرضة الخور كأنه موجود عندهم المنزل عندهم تقدر تشوف في محامل تيدف على الفرضة على الفرضة يعني على الصبية مالة التنزيل أنا أقصد على السيف على السيف كتراث يعني الأول ما فيه صبية على السيف في أماكن معروفة في الدوحة وفي الشمال وفي الخور مكان يدف مكان يدف كل شهر تطلع برا وتصين وترجع صحيح سهل يعني عندك 15 نفر بيرفعون فوق وقت الشيل الماية ووقت خلصت منه ووقت الشيل اللي هو في راس الشهر نعم تشيع الماية فيسحبون تحال وهذا سهل للصيانة وما يكلف ما حطيتوا عينكم على حد السفلية ما حطيتوا عينكم على حد السفلية والله السفلية بعد فيها زينة لكن ما هو الوصول لها بمعدات وتحتاج خشا وتحتاج فبيكون الله يعطيكم الصحة والآفية الله عافية بو عبد الله يعني فعلا انت كشخص حتى ادارة تستفيد منك يعني كمهرجان الأمور كلها يعني أنا ما بأخص أسامي معينة بس أنت واحد منها يعني شو تقول يعني قبل ما ندش في أمور العرض اللي انت عرضة هنا في مهرجان المحامل لكن شو تقول عن اللي تشوفها كمهرجان المحامل وخصوصا اليوم آخر يوم والله ليس مجاملة لكن يعني اللي قاعد يصير الآن هو المنفس الوحيد لكل أهل المحامل واللي حبون البحر واللي مقتنين بأغراض البحر والأمور هذه كلها هذا المنفس الوحيد مش في قطر في الخليج ككل مثل هذا المهرجان الجميل العظيم حقيقة يعني من كتارة واللي نشكر كل المسؤولين على هذا المهرجان يعني عطونا فرصة على أساس أنه ينبين لأنفسنا والإخواننا وجمعتنا وأهلنا وللأجانب أيضا بأننا لدينا تراث عريق تراث قديم تراث ذو قيمة صحيح فهذه لو لا هذا المهرجان الجميل حقيقة ولا أحد عرف عن تراثنا حتى نحن كان ممكن ننسى التراث صحيح والحمد لله ونشكر طبعا قيادتنا رشيدة صحيح جام الله خير على هذه الفرص الجميلة حتى نحن نحافظ على طبعا هذا التراث الجميل اللي نشوفه اليوم ما شاء الله بعبد الله أنت وكهائية المتاحف كم قطعة يعني أو كم عشار عندكم شوف أنا الحين سنتين أتولى مسؤولية اللي هو تنظيم المشاركة في هذه المهرجان ما شاء الله دائما أنا أهدف إلى لابد أنا أجيب لجمهورنا الكريم أشياء لها قيمة ومميزة ترافية وتاريخية أنا ما أحب الحشو لو تمر الآن في المعرض اللي عندنا ما في كم كبير ولكن كل قطعة موجودة تتكلم عن تاريخ أو قدم أو شيء نادر فهذه هي العملية اللي مطلوب مننا احنا في المتاحف أن نوري الجمهور مثل ما عندنا الآن المحامل اللي في البحر واللي خارج البحر عندنا قطع هي تعتبر نادرة جدا الآن مش موجودة فأحنا كنا رسمي سياستنا بأننا نقتني الأشياء التراثية الأصيلة ونحتفظ بها ونقدر نقدمها للجمهور بدل من نروح نشتري الجديد من السوق ونجي ونعرض لا عندنا أشياء تراثية قديمة مضمنها طبعا الآن وصلنا إلى قطعة الآن ثبت لنا عن طريق أبحاث أجريت وعطونا عليها طبعا خبراء من بريطانيا جو ما شاء الله وعملوا دراسة على القطعة هذه اللي عندنا مخيطة وجدوا أن هذه النوعية من القوارب مش موجودة في العالم فقط إحنا اللي نمتلكها ما شاء الله تبارك الرحمن هذا هو الهدف الرئيسي وكان بودنا نشارك بهذا القارب أو المحمل الصغير موهب كبير حول 9 متار تقريبا خيط تخيط كامل ما في مسمار ولا في منوع البقارة ما في ما في مسامير ولمور شغل يد وخياطة حتى الناس مستغربة يعني أجانب جاءوا وشافوا بالصورة أنا أحط طبعا الصور وأرى شرح عن هذه القطعات فاستغربة وكيف أنه يصير أنك أنت تخيط خشب مع خشب لا فيه تكنيب وفي الخليج هذا كان معروف صحيح أم الحناية معروفة صحيح ومخيطة وفعمان ومعروفة قصتها معروفة يعني فلذلك هذه الشغلات كانت موجودة ولكن دثرت فأنا ما رح أجيب اليوم محمل جديد وأقول لا لازم أدور القديم إن ما وجد القديم لا حلو لقوة لازم أجيب الجديد صحيح ولكن الحمد لله الله موفقنا المحامل هي محامل أصلية قديمة وليس جديدة يعطيك العافية أبو عبدالله فعلا أعزائي المشاهدين يعني مثل ما قال أبو عبدالله يعني يتحصلون في مهرجان المحامل شغلات غريبة وفريدة وموثقة موجودة فمن شمال المهرجان لين جنوب المهرجان فعلا راح تشوفون أشياء وتستمتعون بها لأن كانوا الأوليين الله يرحمهم يعانون لطلب الرزق أبو عبدالله ما شاء الله عندي أبو عبدالله أبو عبدالله أخوي صالح نعم اللي أنا عرفه أنت وشرط محمل نعم أو تمت صيانة أو لا عملت محمل يعني لأنه وشرط بالنسبة لنا نحن يعني أنه واحد أنجز محمل يعني من الألف لليا صنع محمل نعم نعم فأنت وشرط محمل شنو الأشياء اللي واجهت كشي صعب بالنسبة لك أنك توشر في هذه السنوات اللي موجودة والله أول حاجة واجهتنا الخشب توريد الخشب من بره أين الحاجة الثانية اللي هو مكان وشر اللينج طبعا فيه ورشة الوكرة أنا وشرته هناك في الوكرة وطبعا فيه يومية تنحسب على اللينج من أول ما تحط البيص تسدح البيص على الأرض تنحسب عليك فهذه من الصعوبات يعني يعني لما عملت هذه فكرت أنني أكلفتني يعني مبالغ خبيرة المفروض أني ما يعني ما تكلفني التكلفة لو كانت مثلا على الأرض على السيف نسويها على السيف على مكان موجود مثلا نقصصينا حق شغلة أننا نقدر نطلع يعني أو نبني عليه السفن وغاية الناس بتبني بتبني أو تشرف تشرف وفوق السيف لكن هذه العقبة التي كانت صادفنا يعني قصدك الرسوم اليومية للدكير هي التي كانت معك مشكلة صراحة نعم على هذا السؤال يختر في بالي الموضوع لك يا عبد الله أنتو كهيئة المتاحف مثلا حلو أنك تدور شغلات قديمة والأمور ذي كلها لكن مثلا مثل أخونا صالح وغيرها وغيرها من الشباب حتى مثلي أنا لو عرف أننا في مكان مثلا في الدولة أني أقدر أوشر مش صيانة صيانة فيها ماكن لكن إذا أنا بأوشر ولي قوانيني ولي شروطي أو التزامات يعني كهيئة المتاحف ممكن تتبنون هالأمور ذي والله أكون صريح معك الآن احنا كموقع عندنا للصيانة فقط وموقع حتى الأرضية يعني مش مش كفاية لك الدرجة ولكن توفرت لنا الآلات والمعدات اللي نقدر نعمل صيانة ونعتني بمحاملنا ومحامل تابعة اللي متاحف قطر ولكن للوشار حقيقة تبيلك موقع يكون موقع يعني فسيح موقع كبير توفر فيه حوالينك كل مطلبات على أساس أنك أنت تقدر توشر عملية الوشار مش عملية سهلة أنا استلمت الورشة الأميرية من 2002 إلى 2006 أربع سنين نشاء الله المساحة تقريبا مئة متر خلينا نقول في حوالي 45 متر المساحة هذه لم يكن كافية بأنك أنت تحط مكاين للنجارة مكاين للقاص عندك المكاين التي تقص وتشرح البدن الأشجار أمور كثيرة تبيلك مخازن تبيلك كذا ما في مكان مع الأسف عندنا عندنا فقط الآن كم نذكر مثلا في الوكرة أو في الخور أو هذا هذه ليست أماكن تقدر توشر أنا أدري بعبد الله وشر لكن السئلة كم كلفت الأرضية قيمة كبيرة صحيح فمش كل واحد يقدر يدفع هذه الأسعار على أساس أنه يقدر يوشر فلو أن الحكومة الرشيدة وجدت مكان أرضية فاضية ترى وايد من الجماعة اللي يحبون المحامل ودهم أنهم يوشرون بس ما في مكان صحيح أعطيك العافية أخوي صالح أنت تقول عن مكان كوشرة لنجات على سيف ولا شي شو توقع أن يتطلب المكان يعني مثلا هل لازم منجرة أو الشخص نفسه ييب منجرتها بنفسه ولا وشو والله المكان متوفر يعني تقدر توفر الصناعيا يعني لو بغت تسويني يصير مثلا يعني في كتارة نحن وشارنا محمل أيوه وشارنا جالبوت يعني هذا مكان ممتاز للوشارة صراحة سيف لأن تقدر تطلع اللنج فوق وتقدر تنزل هذا أهم شيء أما القرب عن البعد عن المدينة عن العاصمة هذا شيء يعني لو تم اختيار في مكان ثاني بيتم إصلاح أو البحر مناسب الآن في الوقت الحاضر في بمبات وتسحب الرمل وتشي وتعدل بكم تم تعديل صناعيا يعني يكون ممتاز جدا حق يعني لو قلت لي بيتين متر حق بس ورشة ممتاز جدا يعني يعني أنت تقدر تلخص كلامك أنه بس تبون أرض أرض بس أرض وكل الأمور اللي اللي بيوشر في هالمكان ناديب عندها استطاعة نيب الخشب ويوشر في مكان ما عنده الله ما يعني إذا كان متوفر الكهرباء يكون بعد شي طيب يعني وأنا أتوقع أن يكون إذا في رسوم بسيطة أحسن طبعا أحسن يعني أنا بالنسبة لي عساس أن يكون آلية التنظيم صحيحة نعم يريد يكون في مكان على الأقل يشجعون الشباب أنهم يشيرون المحامل هذه قطة من من خلال شاشة تلفزيون قطر يعني أتمنى أن إدارة شواطئ أو سيد أحمد الهتمي ولا الدكتور خالد بن إبراهيم مصليطي يعني حدا من الأسياف اللي أنا عرف أن الأسياف مرقمة من سيف رقم واحد لين ستة يخصصونها يعني حق أشار ولا حق خدمة هذه المحامل بما أن كتارة هي قلب موجودة يعني هي قلب رابع عني وشرة وهم عندهم عسي صحيح جلبوت نعم في 2000 وتقريبا 16 أو 17 أبو عبد الله على طاري المحامل اللي أنا عرفه أنه عندكم أنتو البتيل نعم نقدر نقول البتيل كحجم هو أكبر أو أطول البتيل في العالم نقدر نقول عنه حسب علمي أن البتيل اللي عندنا 110 قدم طول الوي أرضى حوالي ثمان أمتار ونص تقريبا هذا البتيل أعتقد الآن حاليا هو الوحيد في الخليج الوحيد اللي بشكله التراثي في الخليج موجود وطبعا هذا البتيل أنت عارف أنه تم اختياره من قبل سيدي سمو الأمير الوالد على أساس الرحلة الشبابية صحيح الله يحفظه فجهزنا طبعا البتيل وهو يعتبر الأجمل حقيقة في المحامل كلها المحامل التراثية وأنا لما شاركت في 2011 أول مرة بالبتيل أن عجبوا العالم اللي كانوا موجود من ضمنهم طبعا رئيس الوفد الكويتي كان موجود مع أخوي أحمد الهتمي وأنا وراهم بشوي صحيح ولا استغرب يعني استغرب أذكر الموقف هالشي الجميل الضخم اللي موجود موين جايبين وين واشرين متى واشرين استغرب يعني فعلا فالبتيل قطعة نادرة ومن أجمل القطع موجودة ونحن نتمنى أن يتم استخدام هذا البتيل للجمهور للناس لتعرفة الناس بالمحامل التراثية الحقيقية القديمة في قطرها أنا صراحة أسميه شيخ المحامل فعلا محمل نادر ومحمل جميل جدا وأفتخر أنه شارك تري سنة كم هو نشر أنت طلعته في 2012 نعم بس يعني هو نشر سنة كم نشر 83 في أعتقد 83 نزل البحر في 83 83 حلو أنا كنت من ضمن اللجنة اللي استلمنا المحمل ونزلناه بحر في 83 لكن أعتقد بداية 81 80 بدأوا يشرون المحمل طبعا اللي وشره معروف والله يغفر له يوسف الماجد نعم صحيح الله يرحمه أخوي صالح ككلمة أخيرة أودك تقولها حق المشاهدين في ختام يعني مهرجان المحامل هالنسخة نسخة 13 والله أقول أن هذه السنويا يتوفر لكم ما لم تروا طول السنة هذا المهرجان جميل جدا وممتع ومشاهدات البحر وقدم البوانيش الموجود كل واحد صنع يمكن فيه سنة معينة بينه وبين الثاني 20 30 سنة صحيح الصناعات اللي كانت قبل 20 سنة والصناعات الموجودة الآن الحديثة والمعروضات الموجودة في المعرض هذه المحلات اللي وفرت التراث القديم من البحر و للفرجة يعني يعطيك العافية فأتمنى لكم إن شاء الله الاستمتاع إن شاء الله إن شاء الله تكون هذه حلقتنا يعني سبب إننا نحصل أو الجماعة يخصصوا لنا أرض حق وشرة إن شاء الله يا رب إن شاء الله هاي فكرة بتكون وايد حلوة كلمتك الأخيرة بابد الله والله كل اللي أبا أقول أشكركم وأشكر إدارة كتارة ونشكر القيادة الرشيدة حقيقة صحيح اللي بدعمهم إحنا وصلنا الآن إحنا الوحيدين في دول خليج ككل اللي عندنا هذا المهرجان الجميل واليوم أنا مريت على أخواني من هال البحرين من السعودية من الكويت من الإمارات تعرفنا عليهم وعرفنا أفكارهم وعرفوا أفكارنا وزارونا في مكاننا هذا الشيء جميل جدا يعني لا يقدر بثمن وانتمنى إن شاء الله استمرار هذه الأمور لأنها تفيدنا حاليا وتفيد أجيالنا الجاية على أساس ما ينسون ماضي أجدادهم صحيح صحيح يعطيك العافية يعطيكم العافية أخواني نتعلم منكم إن شاء الله أعزائي المشاهدين خنشوف أخونا محمد أحمد إيش عندها مسي عليكم بالخير جميع المشاهدين مرة ثانية واللي انضموا لنا عبر شاشة تلفزيون قطر يعطيك العافية زميلة محمد أنت وضيوفك طبعا من الأجنحة المميزة الموجودة عندنا في مهرجان محامل الكتارة التقليدي عندنا سلطنة عمان أو البيت العماني مكام مميز يحتوي فيه على أكثر من عشرين جناح متنوع في جميع الأشياء اللي ممكن تمثل دولة أو سلطنة عمان عندنا هنا ورح يتكلم عنها معانا السيد لو تعرفنا على اسمك مع الكامير حياكم الله أنتك حمود العمراني مشارك ضمن الفريق الفريق العماني وكذلك صاحب متحف أمجاد عمان بالجناح البحري مرحبا مسهلا فيك لو تكلمنا شوي عن المشاركة العمانية اللي موجودة عندنا هنا في مهرجان المحامل التقليدي نعم نحن كفريق مشارك في عدة مناشط من المهرجان عندنا أهم مثلا منشط اللي هو منشط الفرضة الفرضة طبعا تمثل في التاريخ القديم بما أن المهرجان تقليدي تمثل عملية نقل البضايع مثلا من الشاطئ أو من الأرياف إلى الشاطئ وفيما بعد المنادى عليها بالطريقة التقليدية ثم تحميلها إلى المحامل والإبحار بها إلى يعني الجهات اللي بتسوق وبتبع فيها زين وكذلك أن الحرف التقليدية الحرف التقليدية اللي هي تخص فيه كل ما يخص المتاحف أو أفوان كل ما يخص المحامل التقليدية سواء صناعته وشارة السفن التقليدية الأعمال المصاحبة لعملية الإبحار القفافي أيضا أعمال الصيد أو الأعمال الحرفية التي تخص الصيد مثلا الشباك القراغير أو ما يسمى مثلا تقريبا أنتو حتى عندكم صناعة الأشياء هذه تتم حاليا في الأجنحة صحيح؟ يعني إحنا شفنا في بعض الأجنحة تمثيل تم تجسيدا عمليا تجسيدا عمليا للحرف يتم عمليا بس ولك طي كلامك سيد حمود هل الحرف هذه لا حد الحين موجودة كاستخدام ولا فقط للعرض؟ نعم 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 عندنا طول الشاطئ ما شاء الله الشواط عندنا طولها 3165 كيلو متر بيئة بحرية يعني على مسافة طويلة كل هذه المسافة يعني فيها أعمال بحر فيها أعمال صيد فيها مواني صيد فيها مواني بحرية للإبحار وكل هذه الحرف موجودة يعني متناثرة على طول هذا الساحل ماشاء الله يعني طبعا هالأشياء هذه نفس اللي أنت قلتها هي مش أشياء بس محافظة على التراث العماني هي أشياء لا زالت تستخدم لا زالت تستخدم وهي أيضا يعني من التراث ولكنها لا زالت تستخدم إلى اليوم سيد حمود لو تعطينا لمحة عن المتحف اللي أنت مشارك فيه طبعا نبس ما تشوفون أعزائنا المشاهدين هذا المتحف اللي إحنا نتكلم عنه متحف السيد حمود نشوفه هنا بعد المباخر هذا شيء أساسي لازم واللبان الأعماني بس إحنا نتكلم عن وجود المتحف اللي ورلا وتكلمنا شوي عن المتحف المتحف عندنا طبعا لأمرك المتحف في عدة أقسام يعني طبعا المتحف هو جناح بحري يتكون من يعني أدوات السفن التقليدية قطع من السفن التقليدية عندنا كذلك قسم خاص بالأدوات الطواشة وصندوق الطواش يعني التفاصيل الدقيقة اللي في الصندوق هذا عندنا كذلك أدوات الملحة البحرية عندنا يمكن قطعة مميزة اللي هي البوق البحري يعني يمكن في استخدام بداية الأربعينات من القرن الماضي ويعني تفاصيل من هنا ومن هناك في كل ما يعني وما يخص المحامل التقليدية سيد حمود هذي هواية لك ولا للأجداد أنا قلوا لك إياها ولا أنت توقت يعني نفس ما تقول حبيت المحافظة على التراث هو البداية هواية ولكنها الهواية تشعبت يعني قد يكون كانت البداية في أركان بسيطة وأقسام بسيطة ولكن مع الأيام تطورت وصار متحف يشمل 25 جناح منها الجناح البحري وهو تقريبا أميز جناح في الأجنعة ما شاء الله نحن قاعدين نشوف أعزائي المشاهدين نفس ما قلنا لكم تنوع كبير هنا عندنا في الجناح العماني نفس ما قلنا لو يكفينا راح ناخذكم على العشرين جناح اللي مشاركين في دولة عمان الشقيقة سلطانة عمان بس للأسف لضيق الوقت ما راح نقدر نروح معاكم كل مكان بس نفس ما أنتم شايفين حتى عندنا هنا أخونا ليتفضل معانا السلام عليكم عليكم السلام بس أك الله بالخير يا هلا شكرا بارك طيب الله يسلمك تكلمنا عن مشاركتك بس والله مشاركتي ما باول مشاركة تقريبا يمكن ثالثة بس أنا يعني فنان تشكيلي وأحب رسم التراث وهذه يعني الأجواء هذه كلها التراثية شون تشوف مشاركتك مستمتع في الأجواء الموجودة خصوصا ثالث مشاركة لك خصوصا إذا شفت نتيجة الشغل اللي اشتغلت يعني اللوحة هذي أشوف وايد يعني يمرون علي معجبين فيها وشدي فتكون النتيجة مباشرة يعني عارف أقيم لوحتي بتقييم النص لها يعني عائل السنالية ترسمني لازم تحطني تحطني في بوت تحطني في مكان واحد من الماكن لازم تكشف حطني بلنج كشفة غوصة يحطيك العافية أيب الله يرحم مالديك نستمر معك سيد حمود نفس ما قلنا أعزائنا المشاهدين تنوع الكبير اللي موجود عندنا هني طبعا أكيد في قسم حلوة عمانية هذا أكيد هذا وهذا اللي أنا موعود فيه من السيد حمود على الوفاكة الفعالية بشكل أنا موعود فيه معك إن شاء الله حاضر بس لو انتكلم شوي عن الأجنحة هذه الجنح هذا مثلا هنا أجنحها طبعا تراث متنوع من بيئات مختلفة طبعا كل من عمان يعني مشاركتنا العمانية أو الفريق العماني يعني شامل العمان من جنوبها إلى شمالها بعض الأنتيك بعض يعني الدلال مثلا القديم المستخدمة أيضا أدوات الحدادة والموازين وأدوات والمراشة والمسجلات والرواد القديمة يعني قطع متنوعة من عدة تفاصيل سيد حمود شكرا جزيلا لك يعطيك ألف عافية سيد طبعا نفس ما شفنا عزائنا المشاهدين إحنا كنا في زيارة لجناح واحد اللي هو الجناح العماني نفس ما شفتوا خلال تنقلنا تواجد الناس بكميات كبيرة وأعداد كبيرة هنا في مهرجان المحامل التقليدية بنسختها الثالث عشر ما ننسى أن اليوم هو اليوم الختامي لازال أمامكم كم ساعة إن شاء الله تجون لين هنا تستمتعون بالأوقات والأجواء اللي موجودة عندنا في هذا المكان وتزورون الأجنحة اللي موجودة بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة نفس ما شفنا ورانا طول وقت نقلنا من الجناح العماني إلى الأجنحة الأخرى هذا كل مكان لدي سيد زميلي محمد السادة وأعود لك مرة ثانية ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا مرحبا بك أخي يا أخي الأخي العزيز حياك الله يا مرحبا يا أخي كلمة رئيس أتيب لك الرهبة بس اللي يحتك معك ويشوفك ما شاء الله عليك فعلا أنت كم سنة مشاركة في مرحبا أنا الحين فرع عشر سنة اتناعشر سنة سنة واحدة سنة أولا كنت مشغول وهذا ما نشارك يعطيك العرفة يا أخي أنت كرئيس وفد العماني شنو اللي تلتزم با يعني تلتزم في مثلا البيت العماني ولا عندك شغلات ثانية نحن طال أمرك بمشاركتنا في مهرجان كتارة المحامل التقليدية شامل من كل النواحي سواء كان بالمتاحف والحرف التقليدية والمعارض الموجودة معانا والفرض نمثل تمثيل الفرض قديم الزمان كيف كانت السفن يعني تصدر البضاعة وتستورد البضاعة ومعانا عدة يعني القلافة وما قلافة عدنا يعني نواخلة بعد نفس الشيء يعني مجموعة كبيرة معانا عدد كبير ما شاء الله كم شخص تقريبا؟ تقريبا من سنة لسنة يختلف الأعداد السنة مئة شخص تقريبا وأكثر سنة كاس العالم أو العام مئتين وخمسين مشاركة ما شاء الله ما شاء الله من السلطنة مع الفراق مع الشسم نعم يعطيك العافية بسلطان اللي نعرف أن أمس يعني تم انزال كمية كبيرة من الأسماء وانتو نزلتوا في سيف كتارة هل هذي بس عشان المهرجان ولا أنتو عندكم آلية تمشون تمشون والله هذي احنا اعتبرناها مشاركة أوه ما شاء الله مشاركة حق المهرجان وزوار خليناهم يعني نزلون حتى هم نفسهم نزلون السمت على السيف أوه ما شاء الله مشاركة بس محمد مشاركة كم عدد السمت؟ تقريبا وصلوا ألفين من كل نوع أوه ما شاء الله بسلطان هذا هو نعم أجزاء المشاهدين تقدرون تشوفون عبر الشاشة اللي هو آلية نزال السمت على شاطئ كتارة نعم من الهامور والصبيطي والشقرة ها الشقرة بعد موجودة نعم تعرفت الكمية اللي نزلت؟ تقريبا إلى ألفين من العدد إلى ألفين ككل يعني ككل ككل أبو سلطان يعني كم عمارهم مثلا هاي يعني نعرفها عفاطي اللي نشوفها بس كم عمارهم نعم نعم هذا نسميه الأسباء يعني نعم ما يصلون على قريب السنة ما يصلون ما يصلون ما يصلون يعني وبرودة الماء أو حرورة الماء يتأغلمون معها حين الجو بارد هناك في الأحواص أنا مسكر عليه درجة حرارة من 24 إلى 26 وطبعا الماء حين لو أنت تمسكها أبرد نفس البرودة على 24 نعم فتن من اسمتها عايشة؟ عايشة على نفس الأجواء اللي هناك واللي هنا وما وجهتكم؟ طبعا عندنا احنا الناس مختصين موظفين قاسوا الماء اللي هناك درجة الحرارة وجابوا الجهاز قاسوا قالوا في هذا الوقت إنه ممكن إنه يقدروا ينزلونا وراح يتعيش الأسماك إن شاء الله ماشاء الله أبو حسن هياك سيدة شنو أكثر شيء واجهك الصعوبة في ترتيب مع لجنة إدارة شواطئ أو إدارة المهرجان المحامل في ترتيب مهرجان مثل هذه المهرجانات؟ الله أشوف بالنسبة للعواقب بصراحة نحن من شاركنا من أول سنة إلى اليوم يعني الأمور كلها الحمد لله رب العالمين متيسرة مثل ما يقول أمورنا كلها يعني في السليم دائما يعني بالنسبة للمشاركة بالنسبة للأشياء ثانية نقل السفن نقل بضائع بعد هما دائما يعني يتواصلوا معنا من بداية تقريبا قبل بداية المهرجان بشهر تقريبا بشهر نص دائما على تواصل لينما توصل الأغراض إلى وش السماء ما شاء الله ها يتم شحنها طبعا من سلطنة عمار؟ نعم عن طريق البر ولا البحر؟ طريق البر وبعضها عن طريق البحر يعني نفس وطر الأوليني الله أرحمهم نفس الشيء نفس الشيء طبعا هناك في موافقات من جهات مختصة معنا من دواير حكومية عشان البضاء هذه تعرف مقتنيات شوية يعني ثمينة نعم ابو حسن نحن السنوات اللي طافت نعم كان عندكم فعالية على سيف المهرجان اللي هي الضغوة نعم صارت هالسنة ولا؟ لا السنة ما صارت نحن كل سنة نحاول نسوي فعاليات أو فقرات يعني السنة الماضية الضغوة وحاولنا بعد نصنع السفن سفينية الغنجة نعم وصنعنا الشاشة بعد طولها 15 متر تقريبا أوكي السنة اللي قبلها بعد كنا نصنع السفن الصغيرة يعني السنة بعد سنة نحاول أن نشو نغير ما نصير يعني كله نفس السنوات الماضية يعطيكم العافية الله يعافيك بسلطان بعد أنا اللي عارف أن أنت ما شاء الله عليك عارض هالسنة في مهرجان المحامل وشنو الشغلات اللي عارضها ما شاء الله هالسنة يعني سويت مفاجئة هنا ما شاء الله أنا قتلهم من العام يعني إن شاء الله هالسنة طلبت أنا كانت حية بحرية وعندي منها وفي شي مبعندي والحمد لله قد أتمنى أنها توصل ووصلت في نفس اليوم الافتتاح وصلت أو إن شاء الله نعم الحمد لله المفضل كان توصل قابل ووصلت فعندي من التنازل الكنازة طب إحنا مصادة بحر نسميها التنازل والتنازل وايد للعديد من اللي ما شفوها وحتى أهل البحر ما شفوها وطعت هذه من الانقراض في الدول الخليج موجودة في الدول برع مثلا إيران بس في الدول الخليج تتكلم صادرين من قرضة عندي الكنازة اللي نسمينا ناتيوش طبعا تقريبا متر وستين طولة أو سبعين موجود عندنا أمس واحد من ربعنا اللي هو حمد علي السويدي جاني أنا ما شفت هالحجم صراحة قبل على هالبحور اللي بحرتها ما شفتها يقول لي يحلف ويقسم أنه شافها في جزيرة حلول في الفرضة يقول أكبر بعد منها شفتها أكبر منها شافها يقول تقريبا توصل المترين وشافها يقول حتى تخرع هي موجودة في سلطنة عمان أكثر شيء موجودة في عماننا موجودة طبعا نوضح للمشاهدين أنه هي مثل مش اسمتها مثل الحية بس أنتينة هي شبه الحية بس هي مش تامة هي جارحة العام أنا خدت واحدة من عند واحد من هذا لا استقبلها من ثلاث سنوات عرضتها هنا في كتارة جبتها طبعين طولها تقريبا خمسين سانتي وطلعت ما سكرني عليها توي من نزلناها اكحست وطاحت في الأرض ويت حطيت عليها الغراف الصغير على راسي يتبا مسكها زلق زلق ما تمسك ما تمسك زلق صحيح فالمهم أنها هي جارحة تتغذى على السماك وبالذات على الخطبوط أو على شفت لها فيلم أشوفها الخطبوط والخطاك وشنو من الأشياء اللي عندك بعد؟ عندي صعبان البحر طبعا نسميه بلجني عندي ديك البحر ثلاثة لأشد خطورة سمن وعندي عنواع عندي سور عامر طبعا هاي انفصلة ذات اللخم عندي سور عامر واللخمة العادية أنا حاولت أني أحصل على السرش اللي هو اللي يلشط اللخمة اللي تلشط في آخر ذيلها شحروفي صغير نعم هذه اللي تلشط طبعا هاي الثانية العادية ما تلشط حاولت أني أحصل المهم عندي ذيبة اللي هي مفتسطة ربعا بعد موجودة عندنا شوفوها من سنتين ربع في حق من شمال الشرق حلول صاروا سنتين في المنصب الحمد لله كانوا حيين وفكوهم حقوا عليهم وعندي من السلاحف وعندي من من القرش بمطرقة وعندي من الهريري والسوس ناشا الله نعم نعم وأنواع الفقر عندي الفقر اللي يعيش في البحر الغزير وفي بحر الرق اللي هو النفيقي اللي مشوك الشوك الصغيرة يعيش في بحر الغزير اللاملس في البحر الرق يعني بحر عشرة بحر خمسة يعيش وماذاك لا بحر الغزير فوق وعندي العنزة اللي هي من فصلة الفقر وعندي الشوكية الثانية هذي بعد من فصلة الفقر يعطيك العافية بسلطان والله يعني فعلاً معرض مشوك للواحد يعني بيشوفه وخصوصاً هذا ناجوش فكه يعني اللي أنا عرفه إن له ثلاث عضلات أو ثلاث عضلات نقول يعني نعم فيقطع لك اللحم مع العظم ما عنده مشكلة يقطعه أنا أنصح يعني ما أحد يلي في ناس في يعني بعض من العرب جاءوا وقالوا إن هذي الكهرب طبعاً قلت لهم لا مو بالكهرب قالوا لا هاي الكهرب طبعاً الكهرب الكهرب هو ما يجي أو شيء إلا مثل هذا الأسنان نعم وما يجي ويها عمودي يجي نفس بهذه الصورة يجي نفس الحياسة موجودة عندي هنا الحياسة على وجهه وبعدين قوة كهربة الواطن ستمية ستين ما شاء الله وين بتمسكها بتحنطة وبعدين ثاني شيء اللي هو يعيش في مياه عذب في نهر الأمازون ما يعيش في البحر ما يعيش في سولتوتر البحر نعم المالح فوضحنا لهم هذي يعطيك العافية ابو حسن شنو ترتيبكم بما أن اليوم يوم ختام مهرجان المحامل شنو ترتيبكم حق السنوات الجاية أو السنة الجاية إن شاء الله بالله ترتيبنا إن شاء الله نحاول نشوف الأشياء اللي ما عملناها سنوات الماضية وكأننا نعملها السنوات القادمة يعني فيه أشياء كبيرة إن شاء الله نحن معنا خبرة مثل ما يقول فكرة إن شاء الله بعد خمس سنوات سس سنوات يعني أمورنا إن شاء الله يعني السؤال على طريق الضغوة مساعدة خلف الكواليس نعم المقاطع اللي كانوا يشوفونها عبر شاشة تلفزيون قطر لما تسوون الضغوة يكون فيه سمج هاي سمج فعلا موجود ولا أنت تقطون المتحد عطنا الحقيقة هذا كتمثيل بس شوف الضغوة طويل أمور إذا نقارنها بالسنوات الماضية يترى الضغوة قديم الزمان كان ما فيه نفط كان الاتكال كل أصحاب الساحل معانا السلطنة على صيد البحر وعلى الضغوة هنا في الخليج كان الغوص البحث عن لو لو وغيره يعني نفس الشيء إذا تقارن هذه الأشياء في الأربعينات والثلاثينات والخمسينات هذا كان كمية سواح الباطن على السفر طبعا وعلى هذه الضغوة هنا في الخليج على صيد اللولو يعني هذا كان تقريبا سبعين عائلة معهم كل محمل كل ضغوة ما شاء الله سبعين ثمانين عائلة وما زالت المهنة موجودة؟ موجودة لأب وكرة بسطرعا فيه تطور أول كان بصلب اليد يعني سبعين شخص تعرف المحمل بيكون فوق يعني طولة تكون 15 متر تنزيل في بيسين وحامل فيهم بيسين وحامل فيهم بيس ما شاء الله وش اللي يفرق يعني مثلا بيسين ويني بيس بيسين طال عمرك عند التشوير والدفار ما يبغى له مساك خلاص ماسك على بيسة ويكون أسهل أبو بيس واحد لا تحطي له طعان تحطي له دعون تحاول أنه تحيبه يعني الدفار يكون على حياب على الظهر دور ما دائر المحمل والشاب يعني تقربون على السيف ولا لا تشيرونه على حسب الموقع يعني شوف بالنسبة للضاوة طويل الأمر هذا إلها يعني عدة طرق يعني مثلا عسابين مثال صيد البرية أو سردين اللي ما يسمى بيسينه نعم والعومة وهذا إلو موسن في الشتاء والبرية قريب الصيف ما بين الصيف وشتاء هذا طال عمرك فيه شخص يسمى المشيب هذا اللي يشوف يعرف عنده خبرة وين مكان الصيد يصير سواد في البحر راس السمت شحنن راس السمت عليك نور يصير سواد إذا حصل سواد ولا شيء يلوح على أصحاب الضاوة يشوفوا التلويح هذا يركضوا للمحمل يدزوا بحر المحمل يكون في الشسمة في السيف نعم لأنني بحكم الموج في الشسمة ما في بنادر قليلة يعني بحر مفتوح عندما يدفروا في البحر يشوف الصيد هم يقيسوا إذا يبغالها بيطة أو بيطتين بيطة تقريبا طولها 25 متر ما شاء الله عاد من بعد ما يروح بيطة بيطتين يشوف قياس الصيد يعقل الغزل قبل شسمه الييمة وهو يروح يحوط لما يحوط عاد يجيك الصلب يخير من تاخذ ساعة ساعة ونصف ما شاء الله ما شاء الله بعد ذلك عاد فيه سماء القطين هو نفس الكيس خلف يدش سماء كله في القطين عاد يصير طبعا نقل سماء كسردين يمكن من الصرح لين بالليل لين بالبكرة صبح يوم كامل تحصل لك يعني ما شاء الله بالأطلان يخي سج البحر مبسهل مبسهل صرق كفيرة بسلطان عطناك كلمتك الأخيرة اللي شفتها في مهرجان المحامل خصوصا اليوم اليوم ختامي وش تقول عن هاي آخر اليوم والله أشوف في كل سنة المهرجان أكثر من رائع في كل سنة صراحة وأتمنى إن شاء الله وأنا أشوف أنا متأكد إن الجمهور استفد في هذا المهرجان في المحامل الدولي إن شاء الله الاستخدام من دوات الصيد اللي عرضناها من وزارة البلدية ومعرضي الخاص من الدوات الصيد المحظورة المسموحة والممنوعة صحيح أتمنى إن ما تكون خمسة أيام أسبوعين أيام شهر صحيح يعني من الفرحة يعني صحيح وكل يتكلم صراحة يقولي والله حساف إنها خمسة أيام يعني كل واحد أشوف أنا اليوم الجمهور يتكلم يقولون ليش ما تجددون قلتنا أنا مم مسؤول أنا مسلكم بس يعني يتمنون إن الجمهور والله يقول على الأقل أسبوعين صحيح إن شاء الله في المرات الياية إن شاء الله يخلونها الجماعة أكثر وأكثر إن شاء الله وحسن كلمتك الأخيرة يا أخوي الأخيرة نشكر بصراحة اللجنة المنظمة لهذا المهرجان العالمي نحن نقول الآن ما نقول الخليج يعني صحيح نعم شكر جزيل شكر لهم والشكر الدائم لدولة قطر لإهتمامهم لهذا الموروث البحر العريق يعني نحن نقول بصراحة كانت كمية كبيرة كثيرة يعني قليلة من السفن لكن اليوم الحمد لله باهتمام هذه الدولة على الإنتاج التراعة البحري صار اهتمام كبير وشكر الموصول بعد للتلفزيون دولة قطر صحيح يعطيكم العافية ما قصرت يا جماعة ضيوفنا الكرام أعزائي المشاهدين قبل ما تينا الصيحة إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم ولبرنامجنا اللي كنا نغطين مهرجان كتارة للمحامل التغليدية بنسختها الثلاثة عشر أتمنى أتمنى من كل قلبي نحن كفينا ووفينا عبر شاشة تلفزيون قطر شاشتنا الحبيبة وأحب أشكر صراحة المؤسسة العامة للحيي ثقافي كتارة من صغيرها وكبيرها وما بأخص بذكر الأسامي لأنه فعلا شفنا المجهود الجبار اللي موجود وأكرر أقول حق المشاهدين الكرام أنه بقي لكم كم من ساعة تقدرون تستغلونها وتجون مهرجان المحامل وأشكر كل الجماهير اللي موجودة اللي كانت متعاونة وخصوصا مترجمين ما بين اللغة الأجنبية واللغة العربية وأشكر طاقم تصوير شاشة تلفزيون قطر من كبيرهم ما بأخص ولا بأذكر أسامي فعلا واحد واحد تعاون على إنجاح وإن شاء الله أن يكون تقطية حلوة بالنسبة لكم ولا تنسون الله يخليكم تراتنا ومستقبلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة